ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعال يفعل يجي منين التحدث مع الزهد؟ إزاي ممكن نتحكم فيه؟ وإزاي نجعله يعمل لمصلحتنا بدل ما يعمل ضدنا؟ ده موضوعنا الوقت البرناجة الستية ويتحدث مع النفس ممكن تجعل منك إنسان سعيد ناجح يحقق أحلامه أو تعيس وحيد يائس من الحياة يقول الدكتور هلمستتر أن ما تضعه في ذهنك سواء سلبي أو إيجابي ستجنيه في النهاية دلوقتي نتكلم على الثلاث مستوات الرئاسية للتحدث مع الزهد المستوى الأول للتحدث مع الزهد بسميه الإرهابي الداخلي الإرهابي الداخلي هو أخطر مستوات التحدث مع الزهد ممكن يخليك فقد الأمل ويشعرك بعدم الكفاءة ويكون لك حواجه استمنعت من اتحاق إهدافك الإرهابي الداخلي بيبعط إشارات كالتالي أنا خجول أنا ضعيف أنا زكرة ضعيفة جداً أنا ما أدرش نازل وازني حاولت وما أدرتش أنا ما أدرش بطل تدخين حاولت كثير ولكن فشلت أنا ما أدرش أصحى الصبح بادري أنا ما أدرش أتكلم قدام الجمهور أنا شكلي هير جزاب الناس بتبعط إشارات سلبية للعقل الباطن وتفضل ترضيتها لنهاية متبقى جزء من اعتقداتها القوية وبالتالي تؤثر على تصرفاتهم وأحسسهم الخاصة بهم وبالعالم حولهم المستوى الثاني للتحدث مع الزهد هو كلمة ولكن السلبية فهذا المستوى من التحدث مع الزهد أفضل من المستوى الأول الإنسان بيقول أنه يرغب في التغيير ويضيف كلمة ولكن وللأسف كلمة ولكن بتمحي الإشارات الإيجابية اللي سبقتها مثلاً أنا عايز أنزل وازني ولكن مش قادر أنا عايز أبطل التدخين ولكن خايف وازني زيد أنا أدرش أبادري ولكن ما بحبش كده الآن إذا قلت لك أنك ممتاز ولكن يا ترى إيه اللي حيدور في تفكيرك كلمة ولكن بتمحي دايماً كل اللي قبلها وعلى ذلك الرسالة اللي هيحتفظ بها العالي الباطن هي أنا ما أدرش كلمة ولكن بيستعملوها الناس اللي بيهربوا من اتخاذ قرار فعال وراء كلمة ولكن وكلمة أنا ما أدرش هناك خوف بيمنع الشخص من الوصول لهدفه المستوى الثالث والأخير للتحدث مع الزهد هو التقبل الإيجابي هذا المستوى من التحدث مع الزهد هو أقوى المستويات بمراحل وأيضاً يكون مصدر للقوة وعلامة للثقة بالنفس والتأدير الشخص السليم الشخص بيأتفق قدرته على النجاح ويؤمن بإمكانية تحقيق أحلامه أمثلة من التقبل الإيجابي أنا أقدر أبطل تدخين أنا أقدر حقق أحداثي أنا قوي عندي مقدرة كبيرة أنا إنسان ممتاز أنا ذاكرتي قوية هذه الرسالة جابية بالدعم خطواتنا بالحماس والثقة تجاه أهدافنا لغاية ما حققها وبهذا الحصوص قال العالم الألماني جوتا أشر الأضرار اللي ممكن تصيب الإنسان هو ظمنه السيء بنفسه لحسن الحظ أنت وانا وأي شخص في استطاعتنا التصرف تجاه التحدث مع الذات اللي بيسبد البرمجة السلبية في استطاعتنا تغيير أي برمجة سلبية ونحل محلها برمجة أخرى جديدة إيجابية تزودنا بالقوة لسبب بسيط وأننا متحكمين في أفكارنا إحنا الملكين اللي حقلنا وعلى ذلك ممكن نغير فيها حسب رغبتنا قال أرنيست هولمس في كتابه النظريات الأساسية لعلم العقل أفكاري تتحكم في خبراتي وفي استطاعاتي توجيه أفكاري وفي كتابها العودة للحب قالت ماريان ويليامسون في استطاعاتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا وفي علم البرمجة اللغوية العصبية هناك مبدع يقول أنا مسؤول عن عقلي إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي من حقك وفي استطاعتك أنك تفكر بطريقة اللي أنت عايزها وأيضا في اللي يعجبك ما في الحديد ألواجها أفكارك أفكارك تحت سيطرتك أنت وحدك رشاد التحدث مع الزات لانتجاه سليم ممكن ببساطة يعمل العجب ويحول حياتك إلى تجربة نجاح وسعادة أديلك أمثلة لبعض الرسال إيجابية الفعالة أنا قوي أنا سعيد أنا هادي الأعصاب أنا عندي ذاكرة قوية ودلوقت حدي لك خمس قواعد لبرمجة عقلك الباطن واحد يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة اثنين يجب أن تكون رسالتك إيجابية تلاتة يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر أربعة يجب أن يصاحب رسالتك إحساس قوي بمضمونها علشان العقل الباطن يقبلها ويبرمجها يعني ما تقولش أنا قوي من غير ما تكون مؤمن بكده بكل أحاسيسك خمسة يجب أن تكرد الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمك تماما أعتقد أن دلوقتي عندك ما يكفيك من المعلمات عن التحدث مع الزات أو القاتل الصامت والآن أدي خطتك علشان يكون تحدثك مع الزات ذو قوة إيجابية